خلال ثمانية وتلاتين سنة مرات المقولين ايوه مرات المقولين واضطردنا من الملعب بس انا يعني ربنا اللي يعلم والله يعني انا ما كنتش غلطان كمان بس ايه الفكرة ان طول ثمانية وتلاتين سنة انا عمري في حياتي عمري ما اسأت للنادي الاهلي بكله ممكن بقى نقول بقى زي ما انت عايز يلا لكن الاساس الاساس ان انا يستحيل للنادي الاهلي مستحيل جماهير النادي الاهلي دي على راسي من فوق انا يعني لو زعلت حد ما تزعلوش مني يعني حتى لو في ناس زعلانا حتى وهي فهم غلط فانا باعتذر لهم مقصدش النادي الاهلي ده بيتي وجمهور النادي الاهلي ده هو اللي عملني وهو اللي عمل شهرة وليد صلاح الدين وكل اجيال للنادي الاهلي ف مفيش مش هيبقى فيه مزايدة ومن خلال اسئلتك برضو هاوضح وجهة نظري يا رب الناس يعني يا رب الناس تقتنع تقتنع بوجهة نظري اللي انا قلتها لان انا دخلت الاعلامة كابتن اسلام سنة 2004 عالكابتن شوبير في قناة دريم اول حاج قلت لسه انبطى الكورة فقال لي تعالى كده ايه اما جربك تحلي مطش الاهلي اه مطش الاهلي والمنصورة باين كان مطش كده وكان مستر ماني الجزي فقولت له الشوت الاول اتنين سفر حصل اتنين سفر بين الشوتين مين كان بلعب بكرايت النجمة اسلام الشياطر بيش فاكر ورفا بس اكيد انت 2004 طبعا قلت له الشوت التاني مستر ماني الجزي هيعمل كذا 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 وهتطلع النتيجة اربعة او خمسة فالمهم ايه حصل الكلام ده فقال لي ايه ده مش ممكن انت ايه البداية دي كملت من 2004 لغاية 2019 دلوقتي 15 سنة في العمل الاعلامي عمر ما حصل مشكلة عمر ما جمهور نادي الاهلي زعل مني عمر ما قلت اي حتى لفظ عمر ما جرحت في حد عمر ما اسأت الحد حتى من المنافسين الحمد لله دخلت الكورة وطلعت الكورة وده برضو بفضل الكابتل الخطيب يعني هنيجي بعد كده لمباراة اعتزال الكابتل الخطيب والنصايح اللي هو الدهاني نصيحة من النصايح خلي الناس كلها تحبك حاول بقدر الامكان ان انت تبقى محترم ابعد عن الغرور خلي المنافسين قبل زميلك يحبوك اظن ان الحمد لله والشكر الله فيه اجماع على كده يعني الحمد لله اتحاد السكندرية اشتغلت طبعا في الاتحاد جمهور الاتحاد بيحبيني جدا جمهور الاسماعيلي المصري طنطة اصوان الزمال باحترام يا كابتن واليد كل الجمهور ده طبعا فوق دماغنا واحنا كلنا بنحب الجمهور او الاندية الشعبية تحديدنا او الاندية الجماهيرية يعني ولكن جمهور النادي الاهلي مختلف مختلف لانه جمهور يعني ايه تقدر تقيس نفسك من خلاله بمعنى ان حضرتك بتقولي انا جاتلي